أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يعقلون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله من غير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تثلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وخرى فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جناد النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحسيم خلق السماوات بغير عبد ترونها وألقى في الأرض الراسي أن تبيد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبثنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمانا حكمة لشكون الله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله وليا حميد وإن قال نقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامي لأنشكوني ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تقم الثال حبة من خردر فتقوا في صخرة فتقوا في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقل الصلاة وأمر بالمعروف وانهعني المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر قدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخوم وقصد في مشرك وغض من صوتك إن أن ترى الأصوات وصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسمع عليكم نعما غاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا خيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيد ومن يسلم وياه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعوة الوسطى وإلى الله عاخبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوه إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب ولير ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون بالله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سبيع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجر مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبر وشكور وإذا وشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختال كفور يا أيها الناس افتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرونكم الحياة الدنيا ولا يغرونكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير